أهلا بكم مشاهدين إلى ساعتين من النقاش حول أبرز القضايا والأخبار التي شغلت العالم العربي والدولي والأمريكي نبدأ الساعة الأولى من أحدثي التطورات الميدانية في الحرب بين إسرائيل وحزب الله نتابعها مع الزميل هيثم خواند فضل هيثم نعم حيدر بالفعل أبرز التطورات اليوم على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية هي ما تتعلق بالغارة الأخيرة التي حصلت في ضاحية بيروت الجنوبية ربما هذا الوضع بات مقلقا للغاية بالنسبة لكثير من اللبنانيين خصوصا أن الضاحية الجنوبية شهدت اليوم خامس استهداف لها خلال أسبوع واحد ولعله الاستهداف الأخطر هذا النهار الأكيد أن المعطيات لا تزال شحيحة وضئيلة للغاية تجاه مجرى غير أن أبرز ما فيها كان الأعلان الإسرائيلي عن استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعشرة صواريخ من طائرات مختلفة قامت بشن هذه الغارة اليوم إذن عشرة قزائف تبلغ كل منها ألف كيلو جرام أي هناك عشرة أطنان سوت ستة مباني على الأقل بالأرض ما يزيد فرضية سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحة في المنطقة الأكثر اقتزازا في لبنان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ الغارة بالطائرات المقاتلة ومصادر قالت أنها من طراز أف خمسة وثلاثين وقال أنه استهدف المقر المركزي لحزب الله تحت الأرض حيث يتواجد عدد كبير من القياديين وربما كان من بينهم الأمين العام حسن نصر الله الذي تبدو وتشير معطيات كثيرة إنه نجى وهذا أبرز ما قاله مصدر مطلع من حزب الله لوكالة رويترز قبل ساعات إن حسن نصر الله نجى لكن مؤخرا وفي الربع ساعة الأخيرة تغيرت هذه السردية وعادت الإشاعات ربما المعطيات المعلومات تتحدث عن أنه قد يكون أصيبة في هذه الغارة وهذا ما يشي باحتمال وجود خرق أمني كبير ضمن الحزب حيدر شكرا جزيلا لك هيثم إذا المشاهدين بعد النتائج الحالية للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله نتسأل هل نجحت إسرائيل في معركتها الاستخباراتية مع الحزب هل يمكن مقارنة أدائها في لبنان بحربها في غزة هل صحيح أن الاستخبارات الإسرائيلية تشتهر بفعاليتها في الهجوم وليس في الدفاع بعدما يقارب العام على هجمات السابع من أكتوبر وبداية الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان تمكنت إسرائيل بحسب تقرير لولستريت جورنل من استعادة بعضا من هيبتها الاستخباراتية في مواجهة حزب الله بعدما كانت قد عانت من أسوأ فشل استخباراتي في تاريخها صبيحة ذلك اليوم الخريفي وبحسب وولستريت جورنل فإن أسبابا كثيرة تقف وراء ما وصفته بالفشل في مواجهة حماس استخباراتيا والنجاح في مواجهة حزب الله أبرزها أن إسرائيل تتحضر منذ عقدين كاملين للمواجهة ضد الجماعة المسلحة التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في حين أن هجمات السابع من أكتوبر كانت مفاجئة بالكامل وتنبع من عدم رؤية إسرائيل لحماس المصنفة إرهابية هي الأخرى كتهديد كبير بالمقارنة مع حزب الله وتقول الصحيفة كذلك أن نجاح إسرائيل مع حزب الله بالمقارنة مع حماس يعود لقوتها في الهجوم وليس في الدفاع خصوصا أن جوهر العقيدة الاستخبارتية الإسرائيلية هو نقل الحرب للعدو وليس استقبال الهجوم في الداخل كما جرى في أكتوبر وتلفت الصحيفة كذلك إلى أن إسرائيل راقبت حزب الله وهو يبني ترسانته منذ العام 2006 وهو حاول على مدار 18 عاما فهم الحزب وخنق الدعم العسكري والمالي له غير أن الصحيفة تنضي بالتأكيد نقلا عن خبراء أمنيين بالإشارة إلى أن هناك خطر يواجه إسرائيل يتمثل في أن النجاحات التي حققتها في الآوينة الأخيرة قد تشعرها بالثقة المفرطة ولفت الخبراء في هذا الإطار إلى أن الثقة المفرطة قد تدفعها إلى شن مناورة عسكرية واسعة ما قد يمنح حزب الله الفرصة لإظهار تفوقه العسكري على الأرض لافتين إلى أن الصعوبة التي واجهها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بريا قد تكون مضاعفة عشرات المرات في مواجهة حزب الله وللمزيد معي من واشنطن لاري كورب مساعد وزير الدفاع الأسبق وكبير الباحثين بمركز التقدم الأمريكي سيد كورب أهلا بك معنا قبل الحديث عن تفاصيل الاستخبارات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية وما وصلت إليه بين حربها مع حزب الله وما وصلت إليه في حربها في غزة وريد منك تعليقا على ما جرى قبل نحو ساعة من الآن بضرب ضاحية الجنوبية تقول إسرائيل إنها كانت تستهدفها من العام لحزب الله حسن نصر الله باستخدام عشرة أطنان من المتفجرات تم تسوية أربع مبان سكنية بكاملها بالأرض حتى الآن لم يتم إحصاء عدد القتلى والجرحى ما تعليقك على هذه العملية وهل الولايات المتحدة برأيك على الطلاع بها لقد قالوا لنا أساسا بأنهم سيستهدفون حزب الله ولكن لم يعطون مزيد من التفاصيل إسرائيل تقلق من حزب الله لعقود طويلة الآن من جراء قدراتهم العسكرية وأيضا لأن حزب الله يحصل على المساعدة المباشرة من إيران وفي مناطق مثل سوريا إذن إسرائيل لطالما رأت حزب الله على أنه تهديد وجودي ويركزون على ذلك اليوم وكما أشرت لقد حاولت إسرائيل قتل قائد زعيم حزب الله نصر الله بسبب ما هو قادر على فعله بحقهم ولسيما أيضا بعد تهجير الألاف من الإسرائيليين على الحدود بعد هجمات السابع من أكتوبر هل تعتقد أن هناك خشية حقيقية من الرد المتوقع من حزب الله على هذه العملية في هذه الأثناء طبعا هذا متوقع لأن حزب الله أكثر من 200 ألف صاروخا ويمكن أن يتسبب بالكثير من المشاكل أيضا لديك الحلفاء لإسرائيل مثل الولايات المتحدة يشرعون الآن بالإحباط لأنهم يحاولون احتواء الوضع مع حزب الله بعد ما جرى مع حماس ولأن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى توسع رقعة الحرب وبعد ذلك سيكون هناك دعم من إيران أكبر مما كان لحماس إذن لنعود الآن لما نشرته صحيفة والسريت جورنال على أداء الاستقبارات الإسرائيلية مع مواجهتها مع حزب الله وكيف أخفقت مع حركة حماس الآن حينما يتم استهداف عدد كبير من كبار القادة بحزب الله هل تعزو ذلك إلى وجود جواسيس داخل لبنان هناك طبيعة مختلفة لأداء الاستقبارات الإسرائيلية أم ماذا يعني كيف تفسر ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين وحتى قبل ذلك بقليل إذا إسرائيل تجمع الاستخبارات عن حزب الله لعقود طويلة وهم قلقون إن كان أي شيء سيحدثناك سيكون آت من حزب الله وليس من حماس ما فعلوه اليوم يشعر الإسرائيليون أنهم سيطروا على الوضع مع حماس ليس هناك اتفاقية ولكنهم قودوا من قدرات حماس وقتلوا ألاف من قادة حماس والآن تتحول إسرائيل بتركيزها على حزب الله وديتنياهو يحاول أن يقول أنه سيحل هذا الموضوع بشكل مطلق لكي لا تتعرض إسرائيل بعد ذلك لتهديد من حزب الله أو قدرته على الهجوم على إسرائيل وأن هذا سيوفر أمان لإسرائيل وهل هذا يجري بموافقة من الجانب الأمريكي بمعنى هل ستسمح الولايات المتحدة بأن يجري ذات السيناريو الذي حصل منذ عام في غزة المدمرة الآن والتي قتل فيها أكثر من 42 ألف إنسان هل سيسمح لإسرائيل بانتهاج ذات المنهج في لبنان كلا على الإطلاق كلا إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى إسرائيل تدمر حزب الله في لبنان كما فعلت لحماس في قطاع غزة تذكر إن حزب الله هو جزء من لبنان ولا يمثل كل لبنان ولا يسيطر على الاقتصاد وكل شيء في لبنان إن الوضع مختلف وكما ذكرت للتو لديهم علاقات وثيقة أكثر مع إيران إن إيران هي التي ابتكرت حزب الله وبذلك لن تشلس إيران مكتوفة الأياد وترى تقويدا تاما لحزب الله وتذكر إن حزب الله قال بأنهم إن توقفت الحرب مع حماس فلن يقوموا بالمعركة بعد ذلك نحن في الولايات المتحدة لسنا سعداء بالطريقة التي تنتهجها إسرائيل ونريدها أن تعطي حلاً ولكن عدم السعادة في الولايات المتحدة والخطوط الحمرى التي كانت الإدارة الأمريكية وضعتها لنتنياهو ابتداء من رفح وعدم استهداف العديد من الأماكن التي يتواجد بها مدنيون ضرب بها نتنياهو عرض الحائط الآن ما الضمانة التي تقدمها الولايات المتحدة ولها أصدقاء في لبنان بأن لا يتم التعامل مع لبنان كما تم التعامل مع غزة إن نفوذ الولايات المتحدة يتمثل بالأسلحة التي نمد إسرائيل بها والدعم الذي نستميده بين الشرق الأوسط وربما قد لا تستمر بتوفير المعدات العسكرية ولكن للأسف إن إسرائيل لا تحتاج إلى المعدات الأمريكية وقادرة على القيام بمعارك على جبهتين لوقت طويل شكرا لك من واشنطن لاري كورب مساعد وزير الدفاع الأسبق وكبير الباحثين بمركز التقدم الأمريكي